السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قرر قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الثلاثاء وضع كل من المتهم رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي والمتهم الثالث اللاعب شمس الدين حراق تحت نظام الرقابة القضائية الى غاية مثولهم للمحاكمة بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل بخصوص وقائع نسبت اليهم للاشارة تم توقيف يزيد ياريشان رئيس شبيبة القبائل الثلاثاء الماضي في حاجز امني في ساعات الحجر الصحي لمراقبة روتينية للوثائق والذي كان في حالة متقدمة من السكر الامر الذي اثار استياءه فدخل في ملاسنات مع عون الامن لتتطور الامور الى الشجار مما ادى الى توقيفه تحت النظر رفقة مناجير الفقير سعداوي واللاعب شمس الدين حراق وهذه هي التهم الموجهة له الاعتداء على رجل الامن اثناء اداء عمله اهانة هيئة النظامية السياقة في حالة سكر وعدم احترام اجراءات الحجر الصحي المنزلي اشتركوا في القناة